أثار الهدنة لا زالت واضحة هنا نتيجة انتشال المواطنين جثمين أعداد من الضحايا إما من تحت الركام وأيضا من بين الطرقات والشوارع حيث العشرات من الضحايا تم انتشاله منذ ساعات صباح هذا اليوم مع سريان التادئة لليوم الثاني أنا أطلب من المصور الآن يوجه هذه الكاميرا حيث لعلك تشاهد العربات التي تجرغ الحمير أعزكم الله وأيضا الحصن هذه العربات محملة أيضا بجثمين لأعداد من الضحايا الذين كانوا سقطوا على مدار الأيام السابقة قبيل سريان التادئة في ظل هذه التادئة أعداد كبيرة أيضا من الضحايا لازالت تتوارد وتأتي هنا عبر هذه العربات التي تجرغ هذه الدواب إلى المستشفى المعمداني الذي يتواجد في مدينة غزة لعلك تشاهد أعداد كبيرة من الجثمين للضحايا سيتم دفنها من أحد الأقارب وذلك بهذه العربة التي يجرغ هذا الحصان وعلي على الأقل هنا خمسة من الجثمين ثلاثة كبار وأيضا هنا أيضا طفلين يتم نقلهم ليتم دفنهم من هذا المستشفى إلى ذويهم ووسط حالة من الذهول وأيضا البكاء من إحدى السيدات وهي كبيرة في السن لعل منهم على هذه العربة من أقارب هذه السيدة الكبيرة بصراحة أحمد مع سريان التادئة المواطنون يعني بدأوا يتنفسون السعداء لليوم الثاني على التوالي ويتفقدون أحوالهم إما من سقط له ضحايا أو أيضا جرحى ومصابين وبعضهم أيضا من فقد بيته ومنزله وأيضا شقةه السكنية أو أيضا سقط له أعزاء وأحباء سواء من الجران أو من الأقارب المواطنون مع سريان التادئة يحاولون أيضا لملمت جراحهم وأيضا تفقد بعضهم البعض في ظل حالة إنسانية صعبة تواجه الفلسطينيين خصوصا هنا في مدينة غزة وأيضا في شمالي القطاع إذ أن شمال القطاع كان تعرض لما يشبه المنطقة المنكوبة نتيجة الغارات الإسرائيلية التي ضربت أحياء بكاملها ومربعات سكنية سقط على إثرها العديد من الضحايا وأيضا المصابين لعلك تشاهد أيضا هذه الطفلة التي لا تتعد على ما يبدو العام ونصف العام التي لا تتجاوز العام ونصف العام وهي مع والدتها وأيضا والدها وينقلونها وهي أيضا المحلول الذي ربما كان على سرير الشفاء ولكن نتيجة أن هذا المستشفى هو صغير جدا مستشفى المعمداني بعض الضحايا وبعض أيضا الجرح والمصابين هم موجودون في الممرات ولا يوجدون على الأسرة وأيضا لا يوجدون في ثلاجات الموت حيث أن هذا المستشفى هو صغير جدا مقارنة مع مستشفى الشفاء الذي كانت تحاصره آلة الحرب الإسرائيلية والذي تعرض على مدار الأيام السابقة لعملية قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا عمليات إطلاق قذائف الدبابات وأيضا قذائف من المدفعية الإسرائيلية طب خضر يعني وأعطفل لما شرت إليهم يرتفع على الضحايا يعني هناك منتعل التساؤل حول مسألة عمليات انتشار للضحايا من تحت الأنقاض والتي كانت قد تعرقلت في الفترة الماضية بسبب العمليات العسكرية الجاري والشحن الإمكانيات هل عادت هذه العمليات الآن الواجهة في محاولة لإستغلال هذه الهدنة ربما؟ نعم بصراحة أحمد المواطنون يحاولون بما يتوفر لديهم من إمكانيات بسيطة يعني هي بحوزة البلديات التي تعمل هنا بإمكانيات قليلة جدا إذ أن بعض الآليات التابعة لهذه البلديات وخاصة الجرفات والبواقر التي تستخدم في إزالة الأنقاض ورفع أيضا الركام لإخراج وانتشار الضحايا من تحت هذه الركام بعض هذه الأليات كانت تعرضة خلال الضربات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية لهذه الأماكن كانت تعرضة لذلك هناك نقص كبير في الإمكانيات والمعدات اللازمة لرفع الإنقاض وانتشار الضحايا وهم بصراحة عدد كبير جدا على الأقل هناك أربعة ألف مفقود لا زال حتى هذه اللحظة وفقا للناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة الذي قال هناك أعداد كبيرة لم تصلها أيضا سواء المسعفين أو حتى طواقم الدفاع المدني والتي تعاني بنقص حاد في المستلزمات والمعدات وهذا يجب أن يكون لدى هذا الدفاع المدني حسب ما موفدنا من الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لهم بحاجة إلى معدات كبيرة جدا ليتم التعامل مع المباني وهي كبيرة جدا أيضا المباني التي تم استيدافها ولا زال بعض المفقودين تحت ركام وأنقاض هذه المنازل في مختلف الأماكن ليس هنا في مدينة غزة أو في الشمالي القطاع بل في كل قطاع غزة حتى في المناطق الجنوبية التي يدعي الجيش الإسرائيلي أنها آمنة والتي تتعرض بين الفينة والأخرى قبيل سرايان التادئة كانت لعمليات استداف من الطائرات الإسرائيلية وخاصة أن المسعفين وأيضا طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبة في انتشال الضحايا وأيضا المصابين من تحت ركام ولكن المواطنون هنا بصراحة يطالبون أحمد باستمرار التهدية وأن لا تستمر فقط على مدار الأربعة أيام بل يكون هناك أيام وأيام وأن تكون إلى حين توقف دائم لعمليات العسكرية الإسرائيلية هنا في القطاع منذ ساعات سابقة أحمد دخلت مساعدات إنسانية خاصة ما يتعلق بالدقيق والمعلبات وأيضا تم ضخ كميات من الوقود إلى مدينة غزة وأيضا إلى شمالية القطاع وبدأت الأونروا بوضع هذه الكميات خاصة المساعدات الإنسانية ما يتعلق بالدقيق والمواد التمونية في مخازن لها وسيتم توزيعها على المواطنين الذين يتدورون جوعا ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة تباعا خلال الساعة القادمة وأيضا عند الرابع بتوقيت فلسطين سيتم إطلاق الدفعة الثانية وهي من المرحلة الثانية في عملية التبادل أي صفقة الأسرى بين حركة حماس وأيضا السلطات الإسرائيلية حيث سيتم إطلاق في هذا اليوم يعني قرابة الأربعة عشر من المحتجزين والرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس وأيضا بعض الفصال وأيضا سيتم إطلاق قرابة الاثنين وأربعين من الأسرى الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء وأيضا من الأطفال والفتيا نعم هذا ما سنتبعه في الساعات المقبلة بتأكيد خضر لكن أيضا فيما يتعلق بأوضاع النازحين خضر وفي أماكن نزوحهم يعني ماذا عن الخدمات الإيوائية مع هذا التدفق الكبير للمساعدات هل هناك خيام هل هناك قدرة على احتواء هذه العداد الضخمة من النازحين وإيوائهم في مراطق آمنة نعم يعني بصراحة فيما يتعلق بأعداد النازحين وخاصة هنا داخل مدينة غزة وأيضا في شمالي القطاع هناك يعني العشرات بل عشرات الألاف من المواطنين الذين لازالوا يعني يقيمون في مدارس تابعة لوكالة الغوث وأيضا منهم من يقيم لدى أقاربهم وأيضا في بعض المستشفيات كهذا المستشفى المستشفى المعمداني الذي به بعض النازحين وأيضا بعض المواطنين سواء من أهالي الضحايا أو أهالي المصابين هم بحالة إنسانية صعبة وصعبة للغاية نتيجة الأيام الطويلة من عمر هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ونحن اليوم في الشهر الثاني ونقترب من اليوم الخمسين لهذه الحرب لذلك المواطنون يعيشون ظروفا إنسانية وهم بحاجة ماسة لتدفق هذه المساعدات الإنسانية سواء الطبية للمستشفيات هنا في مدينة غزة والشمالي القطاع أو حتى المساعدات الإنسانية الخاصة بالمساعدات التنمونية والغذائية لأنهم بصراحة يتدورون جوعا أيضا في المناطق الجنوبية والوسطى من قطاع غزة هناك الآلاف نحو مليون فلسطيني تدفقوا هؤلاء من النازحين تدفقوا إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة وأيضا يعيشون ظروفا بصراحة إنسانية صعبة وأيضا يعيشون ظروف الطقس حيث أننا الآن دخلنا الشتاء في ساعات الليل يكون هناك برد القارص ويعيشون مأساة خاصة أن عائلات بأكملها نزحت ومنهم أطفال ومنهم رضاء وضحت الصورة